حولت مؤسسة المواصفات والمقاييس شركة مصفات البترول إلى المدع العام على خلفية شكوى من أحد المواطنين على استوانات الغاز وفي التفاصيل قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن إن المؤسسة تلقت شكوى من إحدى المواطنات في منطقة الغاردنز تفيد بوجود تسرب للغاز في استوانة قامت بشرائها حيث قامت المؤسسة بالكشف على الاستوانة لتبيان أن ترسب الغاز سببه عدم تركيب صمام الاستوانة الرئيسي بطريقة صحيحة حيث يجب أن يتم وضع الصمام بشكل آلي لذلك تم تحويل الشركة إلى النائب العام بموجب القانون وهذا إجراء يتم اتخاذه مع أي شركة مخالفة مصفات البترول وعلى لسان الرئيس التنفيذي المهندس عبد الكريم العلوين أوضحت أن الشركة تقوم بفحص دقيق للسوانات الغاز عند تعبئتها من حيث الوزن والصمامات وتركيب الختم الانكماشي قبل خروجها من محطات التعبئة التابعة لها وأكدت المصفات في بيان صحفي أنها لم تبلغ بطلب مثولها للإدعاء العام حول استوانات الغاز ورجحت في حال وجود خلل أن يكون جراء التلاعب في الاستوانة بعد خروجها من شركة المصفات الأمر الذي لا يحملها مسؤولية ترجمة نانسي قنقر